المراقبون ينتظرون ونحن منهم رداً قوياً محدوداً وسريعاً ومؤلماً يعني نيرو ليميتد ان كوك كما يقال بالانجليزيين هذا الرد سيكون أما رباعياً متزامناً في وقتاً واحد من هذه الأطراف الأربعة أما متتابعاً يعني رد ضربة وينتظر العدول ينتظرون العدول الإسرائيلي يفيق من هذه الضربة ليطلقى ضربة أخرى لن تكون هذه الضربات في مكان واحد أنا بتصوري لا أحد يعلم ما هي الأهداف حالياً لأنه فيه منك أهداف كبير لدي الحوثيين أيضاً دور مهم وخاصة لم يردوا بعد على تدمير مرفأ الحديدة العراقيون كما علمنا تلقوا أسلحة جديدة وأعلنوا استعدادهم وشيء طبيعي إيران صرحت أنها سترد هلأ الموضوع حزب الله أين سيرد وهو اللاعب الأكبر في هذا الملعب كما ذكرنا حزب الله لديه عدة أهداف وكان واضح سيدنا صلى الله نحن سنرد سنرد ولديه أهداف هلأ الإيرانيين أنا برأيي يمكن أن يردوا أيضاً بدربة عسكرية اشتركوا في القناة